كلمة حرّة هذه مدين من الموعد الاقتصادي اليوم الأربعة توتسويت الانترفيو ضيفنا في حوارنا اليوم سعيدة جدا باستقبال أستاذ الاقتصاد بالجمعة التنسية الأستاذ فتحي زهير النوري مرحبا بسي فتحي مرحبا إيمان ومرحبا بالسادة المستمعيين وإن شاء الله قدموا الإضافة في الموضوع الذي نحكيه اليوم وهو كذلك وعلى ذلك اخترنيك ضيفنا سي فتحي لأنه متأكتين من أن من أنه إضافة بيش تحصل أربي يسطر به خلينا نعود على تداعيات الوضع الدولي اليوم علينا احنا كتونس وعلى كل العالم الحرب الروسية الأوكرانية اللي وقت اللي بدأت ربما أسعار النفط أسعار الحبوب شهدت ارتفاعا كبيرا مش هذا فقط ربما حتى عديد الأشياء الأخرى كما التأمين كما النقل البحري وغيره إلى أي مدى اليوم على المستوى الاقتصادي الحرب الروسية الأوكرانية بش يكون عندها تداعيات عالينة وعلى اقتصادنا في تونس أستاذ فتح زهير النورية بالطبع والعالم الأجمع العالم الكل الدول للكل سواء كانت دول معناها قوية كما أقول نحن دول بتقدمها ودول معناها عندها سلاحة عندها فلاحة عندها قطاع خدمات عندها قوة عسكرية قوة عسكرية ولا اقتصادية ولا دول ضعيفة كلهم العرضة لها التقلبات قادة تحدث اليوم في الأسواق بصفة عامة صفكوا بدرجات صفاتحية بدرجات 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 اقتصاد العالمي معناها لنسق نمو عادي واكثر الطلب العالمي على المواد الأولية على المواد التقية على عديد المواد التي تدخل معناها في موضوع الانتاج وهذا أدى بتبيعة الحال إذا كان يرتفع الطلب يدى لارتفاع دوق الأسعار عديد المواد مما فيه مواد الأولية والمواد التقية بالخصوص الطاقة النفط شفنا في بداية 21 بداية ثم نسق تساعدي لارتفاع سعر النفط اللي كملنا في احنا 20 في 40 دولار وصلنا 70 دولار 21 تدريجين تدريجين 30 دولار زيادة من عام العام خاطر ثم نسق الاقتصاد الرجاعي ينمو والطلب العالمي على العديد المواد الأولية بما فيهم البترود ارتفع فلهذا اخترتفع الطلب نشوف ايش ثم من جانب العرض من جانب المعناها الامدادات معناها السوق معناها الدول المنجة للطاقة والنفط بالخصوص والغاز عندها الامكانيات باش توفر امدادات اضافية باش تجاوب التفاعل معطرب اللي صار شنوه اللي صار اللي صار في اه بنشتربة واحدة وعشرين كونه بعض المواقع الانتاج كما ليبيا كما بعض في اليمن كما السعودية كما كازاكستان فهمت وقعت فيهم الثرابات مواقع الانتاج لانتاج امدادات تنقص بالبيع ترحال هذا في واحدة وعشرين خلق النساقة السعود يشد باقي النساقة مرتفعة وكنا ننتظر فيه كما قلت الدولة في 75 يكمل العام في 80 دولار كان ذلك سعر معقول الدولة في الميزانية متاع كانت صحيحة قبل الحرب؟ نعتقد لي كانت مقبولة خلينا نقول مقبولة إجمالا خطر حتى حد ما يعرف العام في كيف نشوفه كم كان ينتظر بشتاق الحرب حتى حد ما كنتظر الحرب جاء العنصر الجيو السياسية هذا هو العناصر الاقتصادية العناصر الاقتصادية اللي هما اللي قدك عرضوا طلب ارتفاع الطلب لان العاقص العالمي رجع ينشط بعض الثرابات في بعض مواقع الانتاج خليت الاختلال هداي ويؤدي للارتفاع الأسعار جيت من اواخر في فري الحرب هذية متاعها اوكرانيا اللي العنصر الجيو السياسي خلي العالم الكل يخوا احتياتاته لان اوكرانيا وروسيا هما سلت غذاء عديد الدول في العالم سواء من ناحية القمح ومشتقاته ولا بكل نوعه والذره إذا غير ذلك اواخر سعر النفط عليها سعر النفط لان زوز بلدان هذوم اللي منجه للغاز ومنجه للنفط يتأخذ دولة منطقة كيما أوروبا 40% من حاجياتها جيها من روسيا من الغاز لذلك 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 تدخل لك عنصر جديد كل الأسعار ترتفع بالعشرين وثلاثين دولار منجه وتفوت لمية دولار كل الأسعار تفوت لمية دولار كنت تفهمها شوية الناس ترجع للتاريخ وتشوف الأسعار تفوت لمية دولار لا تقوم بطولة معناها ديما تجي ضرفية ديما عندها أسباب ضرفية في 2008 كانت أزمة مالية عالمية ما قعدت برشا ستة شهور بعد تصل لمية وخمسين وبعدها بطل ستة وثلاثين في ستة شهور معناها هبطة كبيرة كيما أقولوا فهمت معناها تتقل لتتاريخ الأسعار هل مية ما فوق المية ما تشدش ديما ضرفية وهذه كيف كيف فمشد هذه بداية ثرفية أنت تتواب بويدرد في المفاوضات المفاوضات هذية وزيد معناها عن صريخ والإضافة تخلى اللي يكونوا الكورونا هاي رجعت من التدريجين للصين وثم خايفين تتعرف الصين هي أكثر دولة تطلب التاقق التاقق أكثر يجي من عند الصين خايفين للصين تعاون ترجع تاكثر ويعقف طلب والطلب يتيح ينقص من عند الصين وإذا كان ينقص من عند الصين مع الحرب توجه إيجابي لكي تنتهي بربما ولا بد أن تنتهي أزمة أسعار البترول قد لا تقوم باش ترجع على أسعار هي بدأت إيجاة تولي برع في المئة دولار اليوم 7% و2 سبا وقعدت تنخفض إذا كان هليمات هذوبة لتم الاتفاق في الأسبوع هذا تعود ترجع تدريجين من الأسعار الـ 80-90 وإن شاء الله ما تهبتشين بعد تهبتشين كما هبتشين في 2008 يكون نزول الحاد أي شوية ذلك إن شاء الله ما تهبتشين خطر ما نعرفوش معناه الحجم الأضرار عند الاقتصاد العالمي حتى الآن حتى حد بنجمي قيم علش حتى حد بنجمي قيم ثم تقييمات ظرفية تقييمات على المدى القصير فهمتها مازلنا ما نعرفوش الدول اللي كانت عندها برابج بتاع إعادة نمو الاقتصادي متاعها اللي بدأت فيها في 2021 فهمتها خطر اشترهم في 2021 معناها استرجعوا 90% من اللي خسروا في 2020 أحنا تونس بين 35 و40% اللي اخسرناه استرجعناه في 2021 2022 مازلنا كبدينا نسق هذيك برشة برابج تعاملت بتاع إعادة معناها موصلت معناها انتعاشة الاقتصاد العالمي جاءت الضربة هذية في ثلاثة شهور هذومة في الشهر هذومة في الشهر هذية بنعرفوش قدش باشي تطول حتى حد ما يعرف نعرف نحن لكن نجمو نعرف وتدعيات علينا نحن معناها اليوم كاقتصاد مخنوق كايتونس نعرفو التونس نحن بتاعفش يصير في تونس هذا الظرف العالمي اللي خلى حتى حد ما يعرف كل بلاد بيش تقيم أضرار بتاعها لأن الأسعار دي كاش خليت أثار خليت معناها تضخم ارتفع وإذا كان يرتفع تضخم طوال يوم العشية بعد ما نخص من بحديك مطلثة الفيدرال ريزير المنك المركزي كيف تقوله متاع أمريكا باش يقرر في زيادة معناها سعر الفيدر ولا لا العالم يكون يستنى وزيادة الفيدر يقوله بشي زيد بشي زيد بشي 0.25% لأن هذا معناها المحرار يقصو به العالم وقدش من المرة بشي زيد خطر التضخم في أمريكا وصل لنسبنا عمره وصل لنسبنا عنده 40 سنة من عام 80 وستش النسب بذية فهمتهم معناها بواد الأسعار الأولية بترول وغاز وحبوب ومشتقات وذي زي كذلك يخلي الأسعار مواشر أسعار تفاعد وإذا كان أسعار تتفاعد جابها البلوك المركزية باش جابها البلوك المركزية بالأول حاجة تبدأ بها هي الترفيع في سعر الفيدر وترفيع في سعر الفيدر عنده نعكاس كبير على عديد الأشياء على كلفة الإنتاج على مقدر الشرائي المواطن يؤثر برشة على واحد ويؤثر على البورسة مباشرة على السوق المالية وإن العالم لا يوجد سوق المواد الأولية في حتى السوق المالية السوق المالية هي زي المحرار يقصوا به معناها مدى تطور الشعوب تاخد تقافي 80% مع نسبة كبيرة برشة خديمة يقولوا السوق المالية في تونس ومفكروا وكانت في البورسة الصغيرة بتاعنا لا هي السوق المالية والبورسة البنك المركزي والقطاع البنكي والبورسة معناها المرشية كورتير والمرشية الألونتير والبورسة هو السوق على المدى التوير والخطفين استثمار في المؤسسات والاخرى دون كل الملك نرجو على التدعيات على الاقتصاد الوطني نفرح الاقتصاد الوطني نبدأ بال بترول وبعط ونجيه للحبوب أولا نشكوه بشي الظر من لحنا ديما نقولوا إذا كان يفوت 75 دولار اليوم كالجملة ناس كل فهمتها دولار زيد يتكلف 135 140 ناس كل حفظتها يضروا بها من بلاتون لبلاتون ويقف غادي الاقتصاد دولار يقف غادي لا سوق مالية ولا ميزان دفوعات ولا ميزان تجاري ولا تضخم ولا سعر صرف غادي هذا اقتصاد بلاتون يتعلمهم علمهم وذيك للأسف هذا يأثر لأن الدولة التونسية في سلسة التسعير ديما تعطي دعم للمؤسسات التي تنتج في المواد التقية ويتباع فيها بأسعار أقل تكلفة من تكلفة الإنتاج المتاح مدعمة استيق الدعم في الضو في الغاز الدولة التونسية تجيب في دبوست الغاز باربعين دينار للمدة الإخرانية كانت فيها تباع 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 الأسعار الضو كيف عندك 67% من التعريفة تغطي كان 97% بركة من تكلفة متاع والباقي جاء من دعم عند الدولة الغاز 60% زائد من تكلفة متاع من السعر يبيع به الغاز غطي 60% من تكلفة الإنتاج بتاع دوك الباقي الكل وماشي للدعم دوك أنا السياسة الدعم ومقوله كل دولار زائد يكلف الميزانية التي تقضرها في ميزانية الدولة الدعم كلفة الدعم نقضرها في ميزانية الدولة في ميزانية الدولة هل هي دخلها في النفقات دونك يكلف كلا 125 130 130 130 130 أنتي والتقييم السنوي كيف تغير الأمور بقي لنخرج من غادي اليوم عنا فاتورة تقية الفاتورة تقية ما دولة مستوردو عنا 68% من المواد الأولية من المواد التقييم نستوردو فيها وعنا الغاز 45% منه نشير فيه من الجزائر نشير فيه بأسعار متفق عليها في العقود التي عملوها مع الجزائر كنا نعمل عقود 19 سنة وعنا عقود على 15 سنة والعقود هذه التي نعمل فيها مع الجزائر نحن كل ستة نقيم الأسعار في النفط الخام وأسعار مواد تاقية أخرى مربوطة بسعر النفط على ستة شهور وعلى تسعة شهور يقارد وزاد بسعر آخر سعر مواد بروديو بيترولية آخر ولا كذلك لفويل ماذا يحدث كونه الطريقة هذية بالتوليد هذية خمسة ربيع في المئة نقل نحن مربوطين بالجزائر ولو أنا محمين بالسوق العالمية على ستة شهور فهمت ستة شهور ليس كما تشري كل يوم ويوم كما تشري على ستة شهور ستة شهور يطلع براء يابط إذا كان واصل واحدة من هنا آخر العام من ستة شهور يزين ينقص شوية الوخيان في الستاق عملوا تقييب وقالوا كل دولار زيد بعد الخمسة وسبعين دولار كل دولار زيد يتكلف تكلفة إضافية على ستة وربعيد مليار من مليمتر ستة ربيع اليوم فهم نيجوشيشون بين نزارة المالية وبين الستاق لتحديد قيمة الزيادة يبدو أنه دولار زيد هو طول دولار زيد يتكلف عليهم تكلفة زيدة إضافية الستاق يتكلف ستة وربعين مليار من المليمات هذا على ستاق بخلاف إذا كان حسبوه بخمسة وسبعين دولار هذا كان عندهم 2220 مليار مليار دو دينارات دو مليار دو دينار باش تاخو تاخو ألف وستمائة مليار منهم من المليمات باش تاخوهم دعم عند الدولة مباشرة يجيب ثلاثة سبعين في المائة و27 في المائة الأخرين هم الزيادة في الفطورة بتاع سنة يعني اليوم صفات حنوري ما فما حتى ما فر في مسألة الزيادة في أسعار الكربية والغاز ما حتى ما فر والعالم مجموعة يزيل على شحن محمد وشنسلوش على شحن دينار بفمت دينار نرضو الزيادة احنا اخي هذا الظرف عالبي تفرض عليه اخي نصنعو فيه دينار عندي كلمة قولة عندي سلوات الله شوف سعر البربير بتاع النفط ومترو كوب بتاع الغاز ولا لا يتحدد لا في القصبة ولا في السيك ولا في شارع أبوحمد علي ولا لا تحددوا سوق عالمية وتحددوا دوق دي فورس يتحركوا في السوق ثم قوات تحرك في السوق ثم معلية التلب ثم العرض ثم الجيو سياسي ثم عديد العناصر تكون فيه دوق تشريه بالسوق بالسعر تحددوا السوق العالمية معنا معنا حتى حتى الدخل فيه وزيد ربي هذا كان اعطانا معنا ثروة لكن على قليلة هكا الدخل لنا في زوز مليار براتيك واو معنا مداخيل جبائية وغير جبائية الدخل للدولة معنا هكا مليار دينار نعطيه دعم من الميزانية الدولة من المداخيل الجبائية وغير جبائية الدولة فسط المداخيل جبائية وغير جبائية الدولة ثم مداخيل جبائية وغير جبائية تأتي من الطاق ومقراب مليار دوائت ونعطي في ثلاثة فقط 60% من الدعم نجم نغطيها بفلوس البترول هي تتكلف لي وليس لا يجيب لي فلوس دولة من جهة من جهة تفتوف وننتجها يجب لي مليار دوائت نسكر بهم حق ونحكي ما نتكلم عليها خسرين في الحكاية ويخلوها في الميزانية كاملة ويخلوها عن الميزانية كاملة فهمت عام من التسعينيات من البلاتون نشك على الفبتي من التسعينيات وانا أقول عملوا صندوق فهمت للطاقة صندوق لزيد وانا أحبوا نتفعل قبل أن نتحدث عن الحبوب سفتح زهر النور تفضل سيمور أتريس لا أكبرت في القهرة في البترول هذا على ستاك ما تكلف مع الدولار زي تكلف المشكل في ستاك هو ما هو المشكل في ستاك من جهة 21 تعرف أنه يأتي الصيف يزيد لطلب على الضو يزيد كما أقول عادت ريسيتي يزيد سياح والكليماتيزاز 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 والبرد لا يزيد غاز لننزل الإكتريسيتي لننجوها بالغاز الغاز كنا نأخذوه عقود التي عملوها مع الجزائر وإذا كان تربي ذافي كنا نأخذوه بالجزائر الغاز نأخذوه الغاز الجزائر من نجوها 21 ما حتى بتاتينا علي الغاز يمكن أن يكون لديها ظروف الخاصة يمكن يمكن أن يكون لديها الغاز المهم ما حتى تعطينا لا نجمو نشري منها كنا نشري بشي نشري من السواء العالمية بشي 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 ماذا تعمل الجزائر لا تتعطينا غاز لكن تتعطينا الغاز الشبكة الكهربائل تتعدى بين تونس والجزائر لا يتبع لدينا الجزائر لا تتعدى لتونس نشري من هذا نشري كيلواتر لا نشري غاز شبكة 100 مليار زيادة 100 مليار إذا كانت المشكل إذا كانت وصل الجزائر في السياسة هذية فهمت وكل شيء بشي نخرج السوق العالمية كيف تخرج السوق العالمية الأسعار سوق العالمية زادت زادت معناها بيئة معناها كتشوف بين نعطيك زوز بين جوان 2021 وجوان 2032 جانفي 21 و22 زادت بستة تصعيب في البيئة من 474 ترداتا تعدى 29 و29 نعطيك رقم اللي ربما خلي الناس حتى تخاف مثالي في 8 مارس واختلاع سعر البترون وصل 130 واتفاجعة للناس ترناتا غاز وقتها 8400 معنا كنا نشري فيها 900 ولا السوم 8400 دينار سعر الترناتا في الأسواق العالمية بينما يكن في 934 معنا زادت 934 فهمت لا تفهم ما نحن اليوم التحديات لدينا التحديات لدينا إذا كان تواصل الوضع وحاجياتنا لن نجم نوفرها لا بالإنتاج الداخلي لا بالغاز الذي يجينا عن طريق التعدان عن طريق التعدي على تونس نتلز ونشرعهم من الجزائر ونشرعهم منها زازمو كان وفرت لنا لكن اليوم التلب عليها كبير من طرف أوروبا يجب أن نخرج للسوق العالمي ونخرج للسوق العالمي ونقل إذا كان قد السعر غالي لستكلف غالي لن تكلف غالي لن تكلف غالي لن تكلف ستة واربا عيد مليون بزوان دفين مانصمون سوف تحسب فيه سعر الغاز جديد أو لا فهمت نصور سوف تحسب فيه سعر الجديد لن يشرح الضوم من الجزائر لن تبحث لن يحولك بالسوق لن يحولك بلاش فهمت معلات تشوف العكاس الأزمة هذي هو حتى على الضو بتاعنا لن يشعلوا بها باش طيب والغاز كل شيء كل ما يخلط لك باش تطيب باش تدوش باش تحل كلمات يزار بتاعك باش تفرش في التلفزة معلات خلال مش دولة مش له نحن مش له هاتي نحن سيفاتحية نحن مش له هاتي خايفين نحن كمواطنيين نحن خايفين نحن تقراع العالم حرب و تقراع أسعار بتاع التقهر نحف لم نتنفع على ميزارة الدولة كبيرة نحن اتنفع ومش تنفع ولا تنفع هم روحك واحدك مانا بس لاش حتى الحكومة ترشدك ماناها بلحال تبدأ واحدك انتي كتحل التلزة وشوف أوروبا اش قادير يعبلوا الدول في أوروبا لعدم نفس الأزمة تو تفهم فهمت نس كل ما يخطي احتياطاتها نس كل خايفة فهمت ام 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 اشكوا يزمي سخاتيجي مانا حتى يوم الترشيق حتى في المؤسسة العمومية حتى في الظوي هات نبدأ كلبة الحوارة برشا في البلاتويت لا مش نحبوها نحن نحبوها لانه نرشوف ادليخ المطبوه معناها دون الصاص معناه إرشاد معناه ترشد معناه للمستهلك معناه بشي حسن في السلوك كي تياه هذا وينه وصلا بخلين يجبنا هذا ونسخ فصل اشهري مسيش نَس اسمح فقط لحظات الفصل اشهي رجعي من معك وستيد الاقتصاد بجمعة التونسي cœur في زهير النوره اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فهذا تكون في إضافية جيدة وثانيا كما تعود في استيريا لديها مشاكل لديها مشاكل وليس تخلصك المزودين متاحا والمزودين متاحا بو عنك المزودين الفيدال مع تونس لكما يخرجوش ويصبر على تونس بك شهر وشهرين وثلاثة شهور وفمتي ولا لا وثبا اليوم المزودين هم بيدوا عندهم ظروف استثنائية هم بيدوا يتزودوا من الأسواق العالمية والأسواق العالمية ما زالت فيها روسيا فهمت والتشحين والشحن اليوم متاع البضاعة الروسية دوك معاش موجود والتكلفة بتاعها وارتفعد فهمت هذا كله وزادة بشي أثر على البروفيزيون ما متاعنا في استير يجب استير متاعنا يكونوا معبين والاستاكو متاعنا كاباستي متاعه بيش كبيرة فهمت ويلزم دوك بقداش التكلفة بش تعود تعبيهم من جديد وتكلفة الانتاج بتاع زالة التكلفة غالية برش بش تكلف دوك على الدولة برش يومذااليا لا نخرج الازétية للحديثات والسوق العالمية غ你有 حاجاتنا زالت على السعودين بينما يزوجنا بأسعار طفلية وعaha من العقد يعنية العقدقة له ليهم مثل اللغ ي concerned أما في المنزل، كانت أسواق العالمية أسواق العالمية أسواق العمي المعرفة هذا اليوم كما ترون إذا كانت أسواق العالمية تركظ في 100$ سترونتها الجزوان ستأخذها وإذا كانت تسوق منه كبديت كبير كبديت معنام كبديت ستير عندها عامين كبديت مجموعة لا تنضج هذا مشكل كبير تخوفات التخوفات التي يجب علينا عدوية عباة والتخوفات التي يجب علينا فلوس لن تخرج لأسواك إذا كانت قادة سعادة مرتفعة لن تكلف لنا لدينا التخوفات التي يجب علينا نحافظ على المزودين لن يهربوش علينا تخوفات هذه الزعمة تخدم عليهم الحكومة سيفتحي التي نعرف أنا السيدة الرئيسة المديرة العامة لا نحب أن نذكر الناس التي كونها تخدم هي بنت الميدان كانت تزود في السوق هي في الكوميرسيال وتفهم بطبيعة الحالة تقول لك أنا متخوفة عندي ستوق قاعد يفرغة يزيبون عبية عندي سواء يزيبون أخر جلع وعلي أيضا مسألة التعديل الآلي للأسعار لأصبحت شهرية هذي بش تقعد التعديل إذا كان تقعد أسعار في النساء قضية ما عندك حل آخر ما عندك حل آخر كيف تقعد؟ جاء ثم عام جاء لنبيل ديزويت وذروليا قادة زدها أربع مرات بش تقعد تزيد بشوية بشوية وكيف تقعد تزيد بشوية 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 بشوية؟ أما أننا نتحدث عن ترطليصانس في تورس التي نتشكنا وقلوها غارية هذه قرلوها بالعالم تعرف أسعار العالم كيف ترطليصانس؟ المعادل العالمي سعر تزيد 3700 موضوع من دينار التورس نحن دينارين ومتين نحن نأخذ العالم كل يأخذ أوروبا بل ستة دينارين وثمانية دينارات بل تأخذ بل خمسة وستة دينارين أوروبا تأخذ دول مثلاً كما في الصيد وكما في اليابال والدول هذه كانت تصل حتى ثمانية دينارات تأخذ دول كيفنا المغرب ومعدة مصر دينار وخمسمائة خطر مصر عندها الانتاج متاحة وعندها دعم وعندها المواد الجيئة حتى بالسعودية ما نحبوش نقارلو نحن في دينارين ومتين أقل من المغرب أفهمتني ولا أقل من جميع براتيك موات الدول نحن في دينارين ومتين كنشوف خيري في ثلاث ألاف ومفهمتني وعنده نفس المستوي العيش كما الأرض وكما السسم نحن تقول حتى كنمشي تدريجيا بزيدنا دينارات هكا بستين مليون وماذا تفوت ثلاثة في المياه ماانا باش تقعد الزيادة بوجودة مافرض عليك سوق العالمية تفرض عليك قداش نجمو نسلم ماانا يقولك انت إلى حين نرفع الكل اعطيتك بيذار بسيت الغاز قلت لك معانا سبع وعشرين في المياه براتيك بوه اللي قلت الغاز الزوء 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 حاجياتها هي في المنزانيات الفين وثين وعشرين الفين ومتين معانا ستة بيئة بش نزيدوها من ستة مائة ماليوم يجيبوهم من الزيادة في الأسعار اللي متحباش الناس والباقي بش تعطيها الدولة دعم معانا كنقسموهم معانا احنا نساهمهم بحكاية بعشرين وخمسة وعشرين فليبيان كمواطنين في الزيادة اللي يفرضها للنسواق العالمي والباقي تحملوا الدولة في سبع خمسة وسبعين في المياه هاتي التخاوات في السوق الوحي نعود بعد قليل عن الحبوب لكن انت في عارسي مرادهوي سي فتحي الزيادة في الأسعار عند تأثير كما قلت تفاصيل كنت تعطيها والأرقام ولكن نطرح السؤال التالي احنا عنا من الباب الكبير من أبواب الإصلاحات اللي نتفاوض فيها في شأنها مع صندوق النقدول هي رفع الدعم تدريجيا ولكن الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية بكامل مكوناتها ليس يجعل المعادلة قدام صاحب القرار صعيبة هل قديش يوزع هل قديش يوزع منها صندوق الدع وقديش يجعل المواطن هذه المعادلة الصعيبة بشكل مواطن ونحن نعرف هل ترى حظروا الروح من هذا اذا كان نعرفوا رئاس الحكومة أعلنت اليوم برك الحرب في روسيا وركراريا من 24 فيفرين اندلعت اليوم 16 مارس تم الإعلان على خلية أزمة في رئاس الحكومة معناها شرح سمعلي أنا فرحاد برج لأني دوما الحرب اندلعت بعد بن هارين كنت في بلاتو آخر مع زمانيتكم مريم بالقاضي في الصباح وطلبت مباشرة بعد نهارين خلية أزمة في رئاس الحكومة ورئاس جمهوري إذا كان قاعد وشهروا أنا سعيد جدا اللي سمعوا كلابنا المهم سمعوا كلابنا وقف أسألك حاجة يوميا يوميا في السماع ربي في الفيسبوك يوميا في الصفحة يوميا تدعو أخيرتها البارح بركة قلت راني تعبت نطلق في طلب هذي بتبيع ترحاد من نهار الأولاني 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 تقارير يوميا تكون لديها حالة المخزون ما عندي ما عندي في صفحة ما عندي اشتغل وإذا كان معاد كان يطالب الموقع ينزيد هذم لديهم سيناريو يوميا يوميا هذه الروسية العامية في تقاريرها يومية ولا اسبوعية فنبدأ لعيات الحكومة هي اللجنة هي التي تقوم بتعامل اربطراج وتعرف السيطوات التي هي موجودة لماذا تعايتم ذلك؟ لذلك يتوقع مشتابه بالنسبة للتجانب للتجانب لدينا ح يتركي حبوب وصف عنا بكل جاز وصف عنا وكأنه يتجانب من معمز دولار تماما من رقم الهوط وليس رقمنا حتى قيمة نقطة ثانية سي فتحي المعادلة الصعيبة في توزيع الزيادة وفي امتصاصها بين الدعم وبين الأسعار للتفصيل ثم اللي نعرفه أنه أسعار شيراء البترول من عند جيراننا ليبيا والجزائر حسب الأسعار العالمية يعني ما عمش معطيين أسعار تفضلية به أنا سؤالي وهنا منذ عديد السنوات وعديد الدراسات اللي تعملت تكلفة اللامغرب العربي لكو دون مغرب هنا نرجع وكان جينا التزويد متاعنا من عند جيراننا يصير بالأسوام معناه بأسعار تفضلية يحتمل الانعكاس متاع الزيادات هذه الأسعار على الاقتصاد التونسي تكون أقل بكثير ومن هنا يلزم ننصي التفكير على الاندماج المغاربي بالضبط الاندماج المغاربي شوف سيموران أنا عملت زوز مقالات نشرتهم علىها في مجلات علمية على الاندماج المغاربي في بيدان التق واحدة في الاندماج المغاربي في مجلات المغاربي والأخرى في الاندماج المغاربي في اسبانيا تابع الكوميونيتي كونوميكو ربيان هرب عليها اسمها كيف كيف على الاندماج المغاربي لا تابع تخرج في اسبانيا فمت نسيش هذو مزوز بقالات عندي منشورين وهاكي يدولوا في البقالات العلمية تلقاها على الاندماج المغاربي يعنيها اندقراسيان بيانسور في الوحد انتي القديفية كالعام قال الحمدو رب يشيروا منكم في المقرون ويشيروا منكم في الوحد مختربوا بشيء بعلنا بأسوام أسوام تفضلي هيك السوق مش بش شوف هذه ما فيهش بعانها حكم بيت ما فيهش بعانها فكرة واحدة خدتوا شوف المغرب مثلا دولة الدخرة ما عندهاش تاقف نشوي تاقف بديلة اكهو ما عندهاش لكن ديما مع ايران ديما مع السعودية في الظرف هذي الكل ديما تلقى دعم يشريوا يعطيهم فلوس في البلجين متاعهم بشريوا بيو المواد التاقية ونجبوا يشريوا مواد التاقية بسعار تفاضلية من عنده من عنده العراق براتيك بو ديما هذو مصر في الظرف في الظرف معناها الازمة وكل شيء تاخدوا من عنده السعودية يعطيهم دوك الفلوس يحطوه في الميزارية متاعهم يعطيهم نسبة كبيرة منهم باش يشريوا بينه المواد التاقية احنا للأسف شديد ما ما نقول ما يحبونيش ما ما التقارب هذا ما لماذا الجزائر تعطيك ولا فمتي اعنا وقت الازمة يوفر لك شوية دباب الغاز فيمتي وقت تبرد الدريا وفمت وهو يتعدد الغاز على تونس سعر الحبوف في علاقة اليوم بالحرب اللي قاعدة صائر على الاحتكار ربما فما يقول لك رو يجب الاختبار بانه صحيح فما احتكار وفما مضربة اللي تسببت وستتتسبب بصفة الالاف في ارتفاع الاسعار العالمية للحبوب ومشتقات سفاتح عندك 26 دولة في العالم 26 دولة في العالم تستورد فوق 50% من دول هذه 26 دولة في العالم مشترى منين الدول هذه موجودين في شمال افريقيا وموجودين في الشرق الاوسط وشوية في اسيا هذه ملكلهم من اش وحدنا 26 يستورد من دول لبعض الدول اللي ما تراهم مش معناها الصديقة ولا تراهم واحد وكل شيء وزيد الظروف الحربية خلال الاسعار ترتفاع احنا كتشوف التوريد ولا تصديل المواد الاولية متاعنا احنا طوش يمثل التوريد متاعنا متاع الحبوب بصفة عامة كل في عام 2018 مثلا 32% من حجم الوريدات متاعنا في عام 1930 في في عام عشرين 38% فهمت نجيبو فيهم دوك شوية الزيادة متاعنا فكا زيت زيت اللي نصدروا فيه فهمت الله فهمت يدخلنا شوية معناها دوفيز فهمت يخلي يغطي شوية هال العجز ذا لكن لكنا دولة زينا ما ننجو شنتاج نضعيف ننجو في 1.8 مليون تن معناها في العام فهمت شي المثل قطاع الحبوب في دون 13% معناها من القيمة المضافة من القطاع بدو 1.5% من القيمة المضافة من البلد كاملة من البي بي 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 متاعنا فهمت حيث ضعيفة برشا لا دولة منجو للحبوب ولا السباب هذي الناس كل تعرف ها ونسبة ال 60% بالحبوب في السلاك 60% من القيمة من القيمة من القيمة من القيمة من القيمة 60% المعدل 60% نقوم بالحبوب كما في البترول كل 50% من القيمة 60% من القيمة متوقفة على التصديق بالأسعار في الحرب ما نفعله فيه بالحال لك على ميز الموضوع وهذا قد ترون محق قومت كما محق في الحرب لذلك حتي مع ميزانية وهذه هي مكسر الفطورة وهذه على قيد ترون من القيمة أمن ابدأ الفاتور والسلوث انت harddokotorv ثانا الان لا تتشعر لي فمشي ترتفع واذا لا تحتشعر؟ لأنها ترتفع وفي حلف حدث يشعر والسلوث لا تحتشع، فالسلوث يحتشعر في داخل حادثتها ترتفع مع الميزان التجاري وإذا كنت تضر الميزان التجاري والطوبات والت وكانت تواصل كايع بترول فتورة الطاقة 30% من فتورة شراعيات لو كانت تأخذ الطاقة بكلها معنى خطر ما كانت الواردات متاع الطاقة وعنى الغازر تعدى عنها وعنى اشتخرج الشركات التربح من تونس وعنى عوامل اخرى تدخل في الطاقة كنجوا نشوف العز الجاري متاع السنوات الاخرانية ولا يمثلي براتيك بوشترة العز الجاري الكبير ولا يخوفني بطبيعة الحال وإذا كانت تزيد عليه الفتورة متاع القمع وكل شيء باش نلقى روحي سمحلي باللغة الدارسة في غسرة فين؟ على الستوك انتوفيزم وربما يؤثرني انا عالم كل ويؤثرني على سعر الصرف وتولي لي وقتها عندي تضخم من شيرة وعندي سعر الصرف انتهاية مازلنا ما نعرفوش طوال حد الان لكن تبقى مراقبة 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 فهم مراقبة فهم مراقبة فهم خدمة فهم ربما ولكن بالمؤشرات الموجودة سيفة حيزهر النوري بنرجعوا شوية مش للعموميات ولكن باللي عايشين واليوم فرضية تمويل الميزانية متاع الدولة اليوم اللي هي بيدها باش تصرف على مسألة التوريد هذي متاع حبوب معناها محروقات يعني حاجات السلسية ونتحدث عن كهربية ونحكيو على ميك لو امن غذائي قال اخر متاع شعبك المؤشرات الموجودة نحن نعرفوها بالضبط بعد 6 أشهر بعد 6 أشهر نشري وعدين على المدالة الطويل نشري وش علىها طوى موجود ستوك نعم 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 المشكل في تجديد ستوك نعم نعم حذر نعم نعم ونحن نحن محطة نعم لتعديد البلاد وقفة ونحن نعرف مدائن عكاس الأزمة هذية بتاع ارتفاع المواد الأولية كلها سواء الطاقة سواء الواحدة كله ونحن نعرف على ميزانية جميع الدول نعم سفتحي أنت تحكي ربما على التقييم إذا كانت اليوم أمور الميزانية متاعك واضحة نحن لا نسكرون 21 وعننا دترو في 22 وعننا مفاوضات متوقفة وعننا اليوم من العام للاتحاد يطلب أن يبدأ ونحن نعرف ميزانية الدولة ويتصرف فيها مداخل جبائية وغير جبائية وعنه ارتفاع من الولايات يقدر فيها من السوق الداخلية كان يدخل في الأشياء من السوق الداخلية أنه من بعض القروض التي يقوم فيها في الشرطية ملأ فمية فهمت ولا؟ اللي عنده هذا هو اللي يقدر بشي يعمل عملية الاربيتراش يجيب ما يجيب بشي يوخر يستدعب يسهوه صحب القرار ما هوشي ما هوش فهمت؟ هو صحب القرار هو 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 صحب القرار هو صحب القرار في الفترة هذية بالذات يقول لك معناه كيف يستعمل المواد اللي عندها أما هذا بشي خليوا البلاد ما غير معناها غاز ولا خليوا البلاد معناها مغير مواد كما قتلك بتاع بترولية ولا مغير قبح ولا مغير في الأشرة هذية القادمة هذا مقنسش خليوا لكن الوفع هو أنه يكون التكلفة على حساب حاجة أخرى مثلا بتبعت الحال بتبعت الحال احنا عنا ميزانية ننتظر اليوم فاش نسكنوا ميزانية تا 21 ننتظر ميزانية تا 22 ننتظر ما لا عودة للنمو ننتظر مدخيل جبائية إضافية ننتظر الفلوس تجينا صدق نقد الدولي من 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 جهات أخرى مانحة عنا انتظارات بتبعت عليك جميع الدول الوضع اللي احنا فيه السياسي يسمح لنا ما يسمح لناش اليوم زادت الدات السياسي ربما نغطيوه بالوضع العالمي اللي اللي عادت مفروض على الناس الكل انتكجات الكورونا صندوق نقد الدولي حتى فلوس والبنك العالمي كل وعطاهم للدول اللي اتضارت بالكورونا اخي الحربة ديها برشا دول قادر تضربها ونصي جميع لفاو اللي عادت بالبيت حال لفاو انت تعرف ان كانت تواصل الحرب هذه عندك لفاو الدراسة الخرانية لفاو الدراسة الخرانية قتلك بيل 8 و 13 مليون مجع اي واش يموتوا مجع مجع اي مجع اي كانت تواصل للذرف في الوضع هذا هذا التقديرات المضم بزراع بالتقديرات اي دونك هدية تشوف البنك العالمي ولا سنو ما يتفعل فتح أن تفهم نحن قلنا جاءت الكورونا لقد ضربت العالم مجمع جاءت الحرب الثانية ومسط الناس كل ونس كل خارجة من الكورونا ما قد تعمل على الصدخة ليس بس تعمل فرضية ايه فرضية انا شو أقول لك فرضية انتي قد يبني مجيبه فرضية اليوم أنا أقول لك خاطر هني شوف فيهم يومين أنا في الاشقال يسير في العالم الكل هم دراسات تشوف فيهم الكل هم التقييمات الكل هم المدى القصير والمدى المتوسط هذا إذا كان يجتهد بناء الواحد بيش نجم يوصل أما هكا على المدى الواحد الكل هم ينتظروا في 3-4 شهور بيش نجموا يقيموا فهمت العكاسة ذي على ميزانيات عدد الدول لكن الكل هم متراجعين المواشرة الكل هم يتراجع انتي البورسة براتيك ما مقولش واقفة في أوروبا في أمريكا اللي هي محرارة متع الاقتصاد فهمتني الكل هم قاد يتطيحوا دوك الازنديكاتوري متعمل الازنديس متعمل كل قاد يتحوا الأسعار الفائدة بتاع العشرة سنين وكل شيء قاد يتطيحوا ثم تقييم النجم وقوموا به مباشر في الأسواق المالية قاعدين يقوموا به ذلك مباشرة نشوفوا فيه أما على الميزانية أو على البيجيات فهمتك كما دول ضعيفة وكل شيء مزل ما نقولك التقييم ننتظروا بعدها كما قلتك فاتورة الغاز أو فاتورة السبو بعد 6 شهر تعرفها فاتورة البترواز كيف نجيبوا فيهم كل شهر بعد شهر تولي 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 تعرف أما هذا يشوف كذلك بلاحظة أخرى آآ اللي تقول جي تقول نحن الدولة 75 دولار حسب البرميل وهو صلى 130 دولار كانت الدولة غالطة ليه؟ تعودوا يقول 75 دولار رأو سعر مثال العام كيف يشوفها؟ يطلع يهبط البترول يقف يستقر لمغيين المعدل التعوه في العام 75 دول نحن تقول اليوم 130 دولار كيف يستقرر في العام انتظر إلى مقارنة كيف نجيب افضل المقارنة 130 دولار يجب ان يكون السعر وتقفى الـ 75 يجب أن يكونوا أعرفين أننا نمشينا سمحني التشخيص يتفهم في الساعة في الساعة البترول والغاز هو أكسجين من الاقتصاد العالمي إذا كانت نحية على قطاع القطاعات تقف الدنيا أنت تتوى كالنحية للبترول ولا يزيد ولا نحن نجيبه غاز ولا بترول ولا نعم كيف تفهم عنها كيف يسميه الأكسجين؟ الأكسجين هو ليوسر لزرقان في الأمداد وهو الذي يجب أن نتنفسه ونحذره ونسمع إلى غير ذلك هذا هو الأكسجين اليوم يضرب سعار النفط والغاز وتهديد من قطاع الأمدادات وكل شيء لزرقان كلهم في العالم كلهم يتمسوا السوق المالية ترى لزنديكاتير قادير يتحيوه لزنديكاتير وكيف يمشيوه المرشيد بيئي سيرفيس كيف يمشيوه المرشيد بيئي سيرفيس المرشيد بيئي سيرفيس كيف يتمسوا بطبيعة الحالة هذا كله عنده تكلفة بطبيعة الحالة كتبع تكون واقفة ودوخ ووعد وكل شيء بطبيعة الحالة تكون لزنديكاتير بالضبط أسعار النفط وإنهان سقطة الهبوط بيشترون أين وصلنا بيشترون أسواق السوق المالية وين وصلنا بيشترون أسواق السوق المالية وين وصلنا معناه الأسواق تتحرك بالسلبي خارج على الكلام خارج على وزنة المتاح وين يشترون في هذه المتاح هي من هنا بحاشة بركة بالاتفاق في الأسبوع إذا كان وقع الاتفاق في الأسبوع كتسبع البارح كتسبع ريسوكراني البارح يقول هذه الناتو احسبوا لنسيناها كتسبت ويقالوا ريسوك وينطرقوا ملوه وطلب هذه الجملة لديها 10 دولارات لا لا 10 دولارات لا 10 دولارات وين تسريحات لكننا أزمتنا في تونس سابقا الأزمة الحرب لوكرانية الروسية يومنا نقول ربما تعمقت أزمتنا في تونس خطرنا عنا أزمة سابقا سفحنا عنا ثلاثة أزمات سابقية أنا دي ما أقولها الأزمة الأولانية هي أزمة هذه من 2011 هي أزمة الانتقال الديمقراطي ومخلفاتها وناس كلنا عرفوها ما خلفت الاقتصاد وما خلفت المجتمع وما خلفت في كل شيء في كل القطاعات ليس اقتصادية اقتصادية واخلاقية ولي تحب أنت هذه الأزمة الأولانية ومزلنا نعيشوا فيها والأزمة الثانية كورونا اللي خلطت علينا ما خلت فينا هزتنا 25 نرف معنا مواطن تونسي والأزمة الثالثة هذية أزمة الثالثة بليتو هي أزمة المالية العمومية ما عاش عندنا فلوس باش المولو الميزانية متاعنا ولينا معنا اقتصادنا رهين اتفاق مع صندوق الدولي شوف ثلاثة أزمات اللي عندنا هذومة هذومة الأزمات مباشرة ما نحكيش على الأزمات في عيشنا ما نحكيش على الأزمات في عيشنا اليوم نحكيش على الأزمات الأزمة اللي جاية من أوكرانيا وروسيا ثوة تراشيانا يمكن تكون هي من ظروف التخفيف في مفاوضاتنا مع صندوق النق الدولي باش نتحصل على القرض لاني يحتمل صندوق النق الدولي يولي براعي كل جانب هذيك اذا كان رعانا لجانب هذيك فاقس الحصول على القرض يولي كأنه مش بعيد هما شوف هما ثلاثة حاجات اللي احنا نتفاوضوا معهم عليهم اللي طالبينا باش نغيرهم هما كتة الأجور كتة الأجور انا دي ما اقول ما نفهم شكولاتك اش فاهمة أنا كتة الأجور نجم نغيرها نجم نتغير فيها خطر شو كتة الأجور هي معنا عندك الأجور وعداد الخدابة تقسمهم القسمة بتاعهم على النجج المحلي الإجمالي على تخلق الثروة ووقت نخلق الثروة ووقت القرصاصة متاعي عاشت ولي بقى ديوبرصوة بساك ارتحت منها باش مرهون بالفلوس حيث يبقى بأفكاري وبشعبي نخرج نخدم مش نروح نربع تراشية ونحل المشاكل هذه ومشكل القطاعات مشكل تونس مشكل حكومات مشكل منظومات المنظومات اللي عندي كلها فاسة يلزم تتسلح يلزم تتسلح أربعة سنينة إلى خمسة سنينة ككل العقوبات وسيبقى نصلح المنظومات ويخلق لك هذا الشيء الخرانية مراد الخرانية ماذا هو التالب الخراني؟ هالفورمول دا جيستو مودو بريا ماذا تلوم فيها؟ انت تلوم فيها الدعم ماذا هو الدعم؟ نشجع لك الطاقة الأحفورية لتجيب التلوث اللي هو البترول والغاز والسرباء أنا ما عنديش البترول والغاز والسرباء لاني ملوث وزيد هذا الشيء يشجع شجع على الطبيعة كذلك الاحترام من كل الانفيرونمان كيف كيف ملوث كيف نأخذ فولي هذي متعلي سيفونسيان وكيف نقص منه تدريجيا وثماش دولة في العالم أجمع متقدمة معناها الشرط هذي معناها متوفر فيها مثلا ماش دولة اليوم معناها حجم الدعم في العالم اه مسيسي سوداد يمليار يناره في العالم حتى دولة في العالم متلاش متطبخ لك البند هذي ولا مش نتفاوضوا فيه احنا في تولس ماشين تدريجيا للتطبيق ماش ماشيجيين هارون وليوم بيعوا ترتليصاص كما قلنا بثلاث دينار وسبعة مئة اليوم في العالم بثلاث دينار وسبعة مئة بتبيعة الحال لا لعنا خصوصياتنا وعنا اقتصادنا وعنا هيكنا معينة فراجيين لغير ذلك اتبقات المؤسسات العمومية المؤسسات العمومية الحل لو تونسي تونسي ما هو شي حلم على صندوق دولي ولا تقني ولا تونسي تونسي الحلول موجودة ولكن لكن أصحاب القرار لا أصحاب القرار قل ربي هديكم فكروا في الشعب قبل بتفكروا في الأماكن انتوما فيها لأن الأماكن ما قد فيها هتعد ولكن تونس قاعدة وقاعدة لأولادنا أولادنا اليوم قاعدة هج من تونس دعونا نكمل بالكلمة هذا وهذا اللي أسفني لا نعود دمعة أخرى من المرلوخنا بعد ذلك فهمت ليس هذا اللي أسفني والأولادنا اليوم ليس لدينا وثيقة في المستقبل أولادنا كل اليوم معناها للكرامة نخبة نخبة قربت 300 مليار ندفهم في كل عام لأولياء فلوس على أولادهم لكي يقرروا في البر بخلاف القرية في اليوتود وبخلاف محسب ناشي اللي قاعد ربي يعنا بحاله ويعمل في الخبز فهمتي ولا في داره باش يأتي لولده باش يحرق شبابنا ما عاش عنده ثيقة فينا وفي بلادنا أنا أقول للناس هذومة ربما أولادكم منعتهم فكروا في الناس اللي بازالت تحب أولادها تقعد في تونس وتخدم في تونس وفكر في الناس اللي مشوية اليوم وليمترش على أولادها فيه وليمترش على أولادها فيه وليمترش على أولادها في تونس ومعنا باقي ما زلنا فيه أشكونا يحكموا وهي نتقاسم السلطة وأنا شريك اجتماعي وأنا شريك سياسي وأنا نساهم في القرار وهي نعمل هل نشوف فيه اليومة في تونس روى معناها ماما 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 يزي ساسو في ماما ماما لا يزي ساسو في ما عش تحمق البلاد كل ما عالتقات البديلة اليوم والتقات البديلة أسمائك بوليك أخبار ربعي ونهات المسئولين معناها تطوير المشين في التقات البديلة إن شاء الله من البنين وش معناها سنترال ونخليهه تكون الشمس خطر حتى اللين يرضىوا علينا فنسوص مشاريع ميتة ودخل الجنوب وميتت المهم في المعنى شوف ثم يزين وانو انو انبسوية ونحب نعمل فعلية شكرا لكم استاذ الاقتصاد بجمعة تونسية وستاذ فتح زهر نوري شكرا نسي مراد حميس على حضركم شكرا لكم الفريق التقنية شهية طيبة في المدنة